اهلا بكو شباب او شبات في لسن جديد وفريد من نوعه لسن اسمه فود تشينز اند ويبز وطبعا هو مش جديد ولا اي حاجة يعني هو مش جديد ولا حاجة انا بس عايز اعرفك كده موقعه في اليونت اللي احنا بنتكلم فيه احنا مرة اللي فاته تتكلمنا عن المايكرو ارجانيزم قولنا ده ارجانيزم ارجانيزم بحاله كده لازم عشان تشوفه تستعمل مايكروسكوب هل هو مكون من سيل واحدة؟ يعني غالبا كان البكتيريا كلها يوني ساليلر او سينجل سال دي يعني مكونة من سال واحدة اسمها يوني ساليلر يعني الفانجس مثلا لأ كان شوية يوني ساليلر وفيه انواع تانية كانت مالتي ساليلر فيه نوع زي الماشروم اصلا مش مايكرو ارجانيزم اصلا لانه بيتشاف بالنكد اي وشرحنا الجزئية دي المرة اللي فاتت كويس جدا البروتوزوما مثلا لأ كانوا يوني ساليلر كلهم مكونين من سال واحدة الالجي لأ ده كان فيه يوني ساليلر وفيه مالتي ساليلر تمام؟ المهم يعني ايه موقع بقى الفود شينز اند ويبز ودرس مش جديد يعني احنا بس هنعرفك دور المايكرو ارجانيزمز في الايكو سيستمز في الايكولوجي في الانفيرومنت وده معناه ان احنا النهاردة هنخلع رداء البيولوجي ونرتدي رداء الايكولوجي والايكولوجي اولوجي يعني علم ايكولوجي ده بقى ايه اللي هو العلم الذي يهتم بدراسة الايكو سيستمز البيئة النظام البيئي وكل الانتر اكشنز بين الارجانيزمز والحاجات التانية فمن ضمن الانتر اكشنز يعني من ضمن الانتر اكشنز انتر اكشن مهم جدا اسمه الاكل ارجانيزم ده بيأكل الارجانيزم ده وهكذا ماشي؟ طيب هل انا هاعتمد ان انت واحد واخد فود شينز قبل كده في year 4 و year 6 وهبتدي بقى اقولك المعلومة دي انت واخدها قبل كده وكمل عليها؟ لا بصراحة لا بيبه حرم علي انا هدهولك من الاول لكن انت ما تعرفش حاجة حاجة ده حاجة تاني حاجة الدرس ده هل انا هستلف منه شوية الاجزاء اللي تخدم على الدرس الكبير بتاع المايكروورجنزمز ولا هنشرحه بميورد الله هنشرحه بميورد الله عشان تشوف اي اسئلة فود شينز اند ويبز تعرف تحلها وعشان لما تطلع كور وتطلع اكستندد تدعيلي تبقى متأسس صح هي دي فترة التأسيس ماشي تعال نتذكر بقى واحدة واحدة كده عمتا يعني الفود شينز اند ويبز انا خلي بالك انا دلوقتي مدرس ايكولوجي مش بيولوجي هبقى جيب الريداء البيولوجي كده استلفوا كده في النص بس انا دلوقتي ايكولوجي فالبتاع الايكولوجي يقولك يا حبيبي انا ممكن اصنف الارجانيزمز كلها لحاجة اسمها بروديوسرز وحاجة تانية اسمها كونسيومرز وحاجة تالتة اسمها دي كومبوزرز ماشي مين هو البروديوسر؟ والله البروديوسر دا اللي عنده كلورو بلاست هو اللي عنده ايه؟ كلورو بلاست يعني من الاخر بيعمل يعني من الاخر بيجيب الانرجي بتاعته منين؟ بيأكل ايه؟ بيجيب الانرجي من السن يعمل اكله بنفسه يعمل اكله بنفسه طيب مين هو الكونسيومر؟ والله الكونسيومر دا فيدز اون عندك بقى يأما بروديوسر يأما اناذر كونسيومر وهنفهم يعني ايه؟ طيب دي كومبوزر بقى اولها دي صح؟ لان هي فيدز اون داد اورجانيزم داد اورجانيزم مش بس داد اورجانيزم انا اسف في اللي هقوله يعني هي بتتغذى على اي سوبستانس طلعت من اورجانيزم يعني ايه؟ يعني مثلا انا ماشي في الغابة وعملت بيبي بيبي دا مش اورجانيزم دا شوية بيبي فالبيبي بتاعي تروح الدي كومبوزرز واقفة على البيبي وتبتدي تتغذى على البيبي بتحب جدا هذا البيبي طبعا لو في حيوان ميت الدي كومبوزرز هتاكله انت يعني يعني دي نقطة مفروغ منها يعني فدول التلاتة انواع طبعا في البولوجي انا ما بحبش المسميات دي انما المسميات دي بتاعت ايكولوجي ماشي؟ طيب تعال نرسم كده خلينا كده ركز بس احنا دلوقتي بنرسم ممكن تلاقيين كده روحت جاية مثلا كاتبلك خير اللهم جعله خير ممكن نكتب جراس جراس الجراس دا مين اللي بيكله؟ ممكن نقول مثلا رابط طب الرابط دا مين اللي بيكله؟ ممكن نقول مثلا سنيك طب والسنيك دا مين اللي بيكله؟ ممكن نقول هاك يعني الصقر بص بيركز في المسميات الراجل بتاع الايكولوجي هيبص للجراس ويقول لك هو جايب الانيرجي بتاعته منين؟ انا بتاع بيولوجي عارف ان هو جايبها من السن بس بتاع الايكولوجي ما يحبش يعمل كده ويكتب سن لا ما يحبش كده ما بيحبش هو عارف بس ما يحبهاش هو بالنسبة له دا بروديوسر هو دا اللي جاب الانيرجي للايكو سيستيم فيروح مسمي الجراس دا ايه؟ بروديوسر ممتاز بروديوسر عظيم بنحبه وبالله اخضر عشان كلورو بلاست طيب بالنسبة للرابط مش الرابط دا هل الرابط جاب الانيرجي من نفسه كده؟ ولا تغزة على حاجة تانية؟ عشان كده بنسميه كونسيومر بس لو سمحت الرابط اللي اكل الجراس دا هنسميه برايماري كونسيومر طيب واحد بقى جدع كده يقوللي السنيك هيبقى ايه؟ بالفقاقة مش دا برايماري كونسيومر يبقى التاني هور اخر هيبقى سكندري كونسيومر ليه بقى؟ البرايماري كونسيومر هو اول كونسيومر اتغزة على البروديوسر انما سكندري كونسيومر دا ما اكلش البروديوسر لأ دا تاني واحد دا تاني واحد بعد البروديوسر فهنسميه انه هو اللي اكل الرابط طب بالمرة دا يبقى اسمه ايه؟ اسمه ترشري كونسيومر طب يا ميستر فين الديكمبوزر؟ ركز انا لسه اقللك احنا بدلوقتي بنتكلم في ايه؟ فودشين لو احنا في الفودشين في الفودشين ركز عشان هتطلغبط فيها طالما انا فودشين يبقى انا برسم سلسلة واحدة فهتلاقيني اكتب كده في الاخر مثلا مثلا مايكرو اورجانيزم او مثلا نكتب فانجاي او نكتب اي حاجة ماشي؟ وده طبعا هيبقى في الاخر ده هو الديكمبوزر لما الهوك يموت كده ان شاء الله ويتوفى طيب عايزين بقى نفتح عينك على حاجة تانية خليها كده باللزرق انا دلوقتي سنيك ماشي ولاقيت رابط حلو مش انا قتلته طيب ما هو ده ده بادي لأ الفرق بين الكونسيومر انا بتاع ايكولوجي دلوقتي الفرق بين الكونسيومر والديكمبوزر ان الكونسيومر هو اللي بيقتل الرابط ماشي؟ عشان كده احنا ممكن نسمي الاسنيك ده برادتر ايه الكلمة دي؟ برادتر يعني مفترس يعني فترس الرابط واكله ديكمبوزرز دي بيت حلال انا قاسف يعني مش بيت حلال قوي بس بس هي فعلا ما بتهوبش ناحية الهوك ولا ناحية اي اورجانيزم الا لما يكون اصلا ميت فيعفن يعفن يعني ايه يعفن يعني يكبر عليه فانغس فهمت الفكرة؟ طيب يا ميستر الرابط يا ميستر برادتر عشان بيأكل الجراس ايه رأيكو في الكلام ده؟ ايه رأيكو في الكلام ده؟ لا عندنا بقى في الايكولوجي بنرفض الكلام ده الرابط يأكل الجراس ده مش برادتر كده البرادتر لازم كائن كده يموت كائن يعني يعني البرادتر بيأكل كونسيومر ماينفعش كونسيومر يأكل بروديوسر وتقول بس يبقى الرابط ده Predator لا الرابط ده مش Predator إنما ممكن تقولي كلمة تانية الرابط ده اتاكل من السنيك يبقى الرابط ده Prey Prey اعرف الفرق ما بين كلمة Prey و Predator يبقى Prey دي معناها إيه؟ Prey يعني أنا رابط غالبان جيل السنيك أكلني أنا الفريسة Prey يعني الفريسة إنما سنيك ده Predator يعني هو اللي بيجر ور رابط ويروح عامل إيه؟ قتله طب انظر كده نظرة كده نظرة ثاقبة عايز واحد معلم يقولها لوحده يا ريتك كنت قدامي عشان اسمع العظمة في واحد معلم هيقول لي ده معنى ان الهوك بريديتر هقول له يا سلام ده انت معلم ده انت يا بخت اللي هتتجوزك لكن في واحد تاني بقى معلم اكتر معلم اكتر ركز ايوة في واحد هايقول لي السنيك ده بقى بري الله 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 اهل بيحصل بقى ده اهل بيحصل عارف اهل بيحصل اهل بيحصل ان انا لو بصت للسنيك وهو بيأكل الرابط هقول عالسنيك بريديتر انما انا لو بصت للسنيك وهو كده الهوك بييجي ياخده ينتشله ويقطع فيه ويكله كده السنيك بقى البري بتاعت الهوك بقى الفاريسة بتاعت الهوك ماشي ياريت محدش يضرب جوب بحشيش ويقول لي آه يبقى الجراس ده بري يا عم بالله عليك بري و بريدتور ده كلام اللي بالله زرق ده ابعده خالص عن الجراس من فضلك من فضلك تمام بكده عرفنا حاجة مهمة عرفنا ان فيه حاجة اسمها بروديوسر وكونسيومرز ما هو الكونسيومر ده بيأكل بروديوسر او بيأكل اناذر كونسيومر اهو ماشي بس فيه برايمري اللي هو بيأكل على طول بروديوسر فيه ساكندري فيه ترشري في الاخر فيه بامين الديكمبوزر طبا ميستر لو واحد كده بيأكل الهوك لو فيه كائن كمان كده في النص هنا بيأكل الهوك هيبقى اسمه كواترنري كونسيومر ما تعدش يعني فيه كونسيومرز بالعبيت ماشي عشان كده دي اسمها ترافيك ليفلز اي نعم اختفت الحتة دي من كتابك بس بروديوسرز ده كده ترافيك ليفل تبدأ ترافيك ليفل تبدأ ترافيك ليفل يعني لو انا قلتلك فيه كم ترافيك ليفل في الفودشين دي هتقول لي ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة تمام بس لسه ترافيك ليفل دي هنوضحها اكتر لما نتكلم عن الويبز احنا كل ده في الفودشين فودشين يعني سلسلة كده متواصلة طيب ممكن حاجة كمان ممكن حاجة كمان هنزودها خليها بالليسود بقى دي عادي الكائن اللي بياكل بلانت بيبقى اسمه هربي فور وهنا بقى هندايق بقى شوية ونحول شوية عشان ساعتي يجي يسألك في المتاعن هو الهربي فور ده قولي كلمة تانية ليه كده فانت تروح قيلو برايماري كونسيومر او ييجي بتيجي يقول لك انه هي اللي مزبوطة وتلاقي من ضمن السنتنس الجملة دي بصراحة صح هربي يعني بلانت فور يعني بيأكلها ماشي هربي فور بيأكل البلانت صح طب خش علي بقى بالتانية اختها هنا السنيك السنيك ده بنسميه كارنيفور كارني يعني لحمة كارني يعني فلاش بس باللاتن باين او حاجة كده مهم يعني كارنيفور يعني بيأكل اللحمة فده كارنيفور دي خلاص دي التهمة كده لابسيته ده كده بريديتر على طول ماشي طب الهوك كارنيفور برضو كارنيفور طب يا ميستر انا كابني ادم محترم لو واحد سألني على الهومنز هم هربي فورز ولا كارنيفورز ما احنا بناكل بلانت وبناكل لحمة هاجة اقول لك بقى كلمة ثالثة الهومنز دول بص الكلمة دي اومني اومنيفورز اومني او ام ان اي فورز تمام اومنيفورز يعني بيأكل ده وبيأكل ده تتوقع كده الهومن ده برايميري كونسيومور ولا ساكندري كونسيومور يعني تتوقع كده ده اكيد بعيد ده في اخر الفود شين دايما الهومن كده مرمي في الاخر ماشي طيب ممكن اقول لك ملحوظة مش مهم مش موجودة عندك في الدرس بس موجودة كتير جدا في دروس الفود شين مين اللي فيه انرجي اكتر اولا انت عارف يعني ايه اصلا الارو ده يعني ليه الارو ده مش كده مرسوم كده مش كده هقول لك ليه الارو ده وبيجي يسألك في الامتحان السؤال ده يجي يقول لك what do these arrows represent الاروز دي بتمثل ايه فانت حضرتك تقول له الاروز دي اروز ريبريزنت the flow of energy from an organism to another ماشي يعني ايه يعني الاروز ده كان فيه انرجي صح كان عامل فوتو سنتزيس كده واخد الانرجي من السونلايت بعملية اسمها فوتو سنتزيس هنعرفها في ستيج 9 فهو جواه انرجي ماشي زيرو طب ما السنيك اكل الرابط طيب ساعات بقى يجي لك في الامتحان كده ويقول لك يلا gazelles are eaten by leopards يلا ارسم انت تروح جاي كاتب gazelles leopards و leopards مين بيأكل مين leopards بيأكلوا gazelles يبقى السهم ازاي تسأل نفسك على طول الانرجي تحركت من مين لفين ملجا ملجازالز لليبردز يبقى تعمل كده الانرجي كانت في الغزالة الليبرد اكلها موتها وكلها يعني خد الانرجي ليه تمام طيب ممكن اقول لك ملحوظة مش موجودة في الدرس انت اللي موجود في الدرس ان هو بس الاروز represent the flow of energy وخلصت كده خلاص هتلاقي السؤال ده كتير هتتكعبل فيه انما عايز ازود لك حاجة تانية ان البروديوسر هو اللي فيه اكتر انرجي ليه مش الانرجي اللي عنده دي عمل بيها respiration وعمل بيها movement وعمل بيها growth وعمل بيها life process كتير مش هو عمل بيها كل ده لما يجرى بتيكله مش بياخد كل الانرجي يعني ده لو عنده بألف جنيه انرجي ده ممكن يبقى اخد منه مثلا ايه بميت جنيه انرجي حاجة يعني هبلة طب مش الرابط ده بيتحركه بيتنططه بيلفه وبيجري وبيجبر لما يجي السناكي يأكله هياخد كل الانرجي اكيد لا فدايما كل ما بنطلع في الفود شين وفي الفود وابز عمتا يعني الانرجي بتقل عشان كده انا بقولك لما تاكل بلانتس وتاكل مثلا هيربيفورز ماشي دي كده حلوة قوي حاجة جميلة لكن لو جيت سألتني هو انا ليه ما باكلش سمكة القرش فكر كده ليه ما بتاكلش سمكة القرش ليه ما بنتبعش القصود ونأكلها ليه ما ينفعش ناكل كبدة الكلب يعني ليه برضو يعني فكر ليه احنا بنتبع البقرة ونأكلها لكن ما ينفعش ناكل الكلب ونقولك ده بيبيع كبدة كلاب عشان السبب ده الكلب بعيد في الفود في الفود شين الكلب بعيد شوية فمفيش انرجي الانرجي عملت قل انت عملتاكل حاجة مفيهاش انرجي قوي انما عشان تستفيد بالانرجي انت بتاكل البقرة اللي هي هيربيفور بتاكل الفرخة اللي هي هيربيفور قريبة خلاص احنا كده في السليم لكن هتاكل شرق شرق ايه بس ده شرق دي في الاخر فهمت؟ هتاكل بني ادم لو اخلاقك تسمح لك يعني البويلوجي بتقولك ما تاكلش بني ادم تمام؟ بس دي حاجة تاني حاجة برضو عشان تبقى عارفها ودي هطلق بط شوية ومش عليك برضو بس لا لازم تعرف بقى فيه مادة بويزونس انا بتكلم على مادة بويزونس هنا وجربت اكلها هنا هياخدها كلها ماهو الجراس ما بيستعملهاش دي مادة بويزونس زي الـ DDT Bio Accumulation الدرس ده هناخده قصا في stage 8 اسمه Bio Accumulation طب هل الرابط بيأكل جراس واحد كده؟ لا ده بيأكل جراس كتير فلما أكل جراس كتير خد من الـ Poison substances كتير يبقى كل ما بنمشي في الفود chain Bio Accumulation بيزيد يعني الـ Poisonous بتزيد الرابط أكل جراس كتير فده لو فيه بجنيه بويزون ماهو الرابط أكل جراس كتير فهيبقى فيه بـ 50 جنيه Poison الرابط الواحد طب ما السنيك هيكل رابطس كتير يبقى يبقى فيه بـ 800 جنيه Poison عمال الـ Bio Accumulation يزيد وده السبب التاني اللي بيخلينا يا جماعة لما تيجي تختار أكلك ما تكلش حاجة في آخر الفود شين ما يفرد فيه حاجة Poisonous لو فيه حاجة Poisonous في الـ Plant هتعدي حاجة هابلة إنما أنت لو كلت كلب وهو أصلاً كان متغزي على كائنات تانية في Bio Accumulation والكائنات دي متغزية على الـ Poison الأساسي اللي موجود في الـ Plant كده أنت يعني بتاخد Poison جاهز كده ماشي طبعاً أنا منكرش إن أنا شخص بحب الكبدة وباكل الكبدة وبعشقها وليها فوائد هنقولها كتير جداً في درس الـ Nutrition بس بصراحة الأمانة العلمية تتطلب إنها أقول لك خلي بالك لو هي كبدة كلاب ولا كبدة قطط ولا الكلام ده الحاجات دي بعيدة في الفود شين فهي فعلاً ما فيهاش أنيرجي وكمان ممكن يبقى فيه Bio Accumulation تمام؟ كده عرفنا إيه؟ عرفنا إن فيه حاجة اسمها Trophic Levels اللي هي Producers Primary Consumer Second Consumer Third Consumer خلي بالك الـ P D والـ P D ساعة الطلب التحوال لما بينهم يجي يقول لك قل لي Primary Consumer فالولا يقول له بلانت يعني بلانت إيه؟ بلانت ده Producers Primary Consumer هو الـ Herbivore زي الـ Rabbit زي الـ Chicken زي الكلام ده تمام؟ في الآخر طبعاً مرمية المايكروورجانزمز بتاعتنا اللي هي الفنجاي أو البكتيريا أو أي أن كان ماشي؟ طيب ممكن تسمح لي أقولك على بوكس مهم كده في البيولوجي خلينا نكتب هنا كده فاكر الكلمات دي أصلاً أنا قلتلك إيه؟ أنا قلتلك البطاع البيولوجي ما بيحبوش الكلام ده ده كلام Ecology Producers Consumer Decomposer عارف البيولوجيست يقول إيه؟ يقول كلمتين بس يقول Autotrophs وهترو ترافس يلا نلبس كده رداء البيولوجي تاني Autotrophs يعني Auto يعني بيأكل نفسه Hetero يعني بيعتمد على غيره عشان يأكل يعني أنت لو جبت بتاع Ecology هيقول لك Producers فبتاع البيولوجي هتداي يقول له يا عم البروديوسر إيه؟ ده جاي بالإنرجي بتاعته من الصن فحاجة اسمها Photosynthesis أنا عارفها كويس اسمها Autotrophs يعني بيأكل نفسه إنما أي واحد تاني ده هتروتروفس فبتاع الـ Ecology يقول له خلي بالك بتاع البيولوجي أنا عندي ميزة عنك عارف إيه هي؟ ماشي يا سيدي أنت معترض على Producers أنا بقول Producers لأنه هو اللي جاب الـ Energy للإيكو سيستم ماشي بس أنت كده عندك الـ Consumers بالنسبة لك هتروتروفس لأنها بتعتمد على أورجانيزم تاني عشان تاكله والـ Decomposers هي كمان هتروتروفس فنلاقي بتاع البيولوجي وقف النحية التاني ويقول له آه ماها أصلا كلها Consumers ما فيش حاجة اسمها Decomposer فنقول لساعتها للبتاع البيولوجي وقف بقى كده في مناطق كده هنا مش هتتفاهم بالبيولوجي هتتفاهم بالإيكولوجي أنا عايزك تبقى فاهم كويس قوي الفرق ما بين الـ Consumers والDecomposer لأن في البيولوجي مش واضح ما هما الاتنين بيأكلوا أورجانيزم تاني وإنت لو سألت بقى بيولوجيست وقلت له الفنجاي ده إيه هيقول لك هتروتروفس خلاص أنا بالنسبة له هي الكلمة دي يعني بيعتمد على غيره إنما بتوع الإيكولوجي بصوا كده تعالى نشرح حاجة مقرفة يعني معلش استحمل بصوا على الفنجاي لقوا الفنجاي ده بيأكل إزاي ولا بيتغزة إزاي الفنجاي ده بيبقى كائن كده يعني لو تخيلنا ده رغيف إيش أنا هرسم لك الفنجاي طبعا إيه كبير يعني ماشي طبعا الفنجاي بيبقى حاجة كبيرة كده وصعبة وده الـ Bread mold fungus ودي كده إيه سبرانجيام جميلة طبعا أنا رسمها كلابي ده فنجاس مثلا الفنجاس ده بينزل من هنا شوية digestive enzymes بينزلها يعني إيه يعني بيطلعها بره جسمه بيطلعها بره جسمه هل انت بتعمل كده وانت بتاكل لا انت بتجيب الأكله جوه والإنزايمز جوه تودي الأكل لحد الإنزايمز وهي تهدم جوه إنما ده بيعمل حاجة مختلفة خلص ده بيتف الإنزايمز بره كده يهدم الحتة دي ويروح جاي شفتها شفتوا القرف بقى عشان كده بتاع الإيكولوجي ابتدوا يشوفوا إن الديكمبوزر ده ده حاجة غريبة يا جماعة لأ الكونسيومر ده بياكل إنما معلم الديكمبوزر ده لأ ده بيطلع الإنزايمز بتاعته بره يهدم بعدين يروح شافت اللي هو إيه هضمه طيب ممكن بقى نسألك شوية أسئلة محرجة كده الإيكولوجي والبكولوجي هيتجوزوا دلوقتي في اللحظة دي ممكن تقول لي البكتيريا أنهو كلمة من دول سامع واحدة محترمة أوي جميلة يا بخت اللي هيتجوزك سامعت واحدة بتقول لي يا ميستر أنت ما عرفتنيش هل البكتيريا دي فيها كلوروبلاست؟ هقول لها يا ستي لو فيها كلوروبلاست هتقول لي على طول بروديوسر يلا بلغة الإيكولوجي البكتيريا دي كده بروديوسر هي كلت إيه؟ هي وقفت في الشمس نزل عليها اللايت عملت فوتو سنتيسز يلا بينا بروديوسر شكرا طب يا حبيبتي لو البكتيريا دي بقى مفهاش كلوروبلاست هتقول لي والله البكتيريا بقى اللي مفهاش كلوروبلاست دي بتتغزى على الأورجانيك ماتر الميتة في الكائنات الميتة أو الأورجانيك ماتر اللي تلعت من أي كائن بيبي بقى نمبر تو أي حاجة فساعيتها هتبقى دي كومبوزر يبقى البكتيريا هنا بروديوسر أو دي كومبوزر المرة اللي فاتت قلنا المعلومة دي بس ما كانتش واضحة قوي أتمنى دلوقتي تكون فهمها كويس عشان أنا بحبش حد يحفظ حاجة ولا يتلصق حاجة طب بالنسبة للفنجاي أنا بقى سامع نفس الوادي اللي أحوال بتاع المرة اللي فاتت اللي عادي يقولك الفنجاي يا مستر ده أخضر يبقى فيه كلوروبلاست يا ابني ده اللي انت بتقوله ده حوال فنجاي دي كينجدم لوحدها خالص بظروف لوحدها خالص بصفات لوحدها خالص ورسمنا عليها علامة الشيطان كينجدم قوية مش محتاجة حبيبي كلوروبلاست هي مبلطجة على كائنات الدنيا كلها هي مبلطجة على كائنات الدنيا كلها فأكيد مش هيبقى جواها كلوروبلاست هي على طول دي كومبوزر زي الفنجاي طيب واحد بقى هنسأله على البروتوزوة فاكر البروتوزوة من المرة اللي فاتت البروتوزوة يا صاحبي كانت كونسيومر دايما عارف ليه؟ لأن هي دايما تاكل البكتيريا البروتوزوة بتاكل البكتيريا طيب اللي ما تنزل بقى هترجع تسألني ميستر هي البكتيريا دي بروديوسر؟ آه يبقى أنا ممكن أسمي كده البروتوزوة برايمري كونسيومر لو أكلت بكتيريا فيها كلوروبلاست صح مظبوط فعلا يبقى أنت كده لو البروتوزوة أكلت بكتيريا من اللي عندها كلوروبلاست هنسميها كونسيومر طيب تعالى بقى هنا لو البكتيريا ما فيهاش كلوروبلاست يعني هي ديكمبوزر ومش كل البكتيريا فيها كلوروبلاست في بكتيريا كتير ما فيهاش كلوروبلاست كل البكتيريا اللي في جسمك ما فيهاش كلوروبلاست لو البروتوزوة جات كلتها هنسميها برضو كونسيومر واه إيه مستر هو مش الديكمبوزر دي آخر حاجة في الفودشين هقولك آه وهو بصراحة في حاجة مش عليك بقى خالص باسمها Brown Food Chain Brown Food Chain الفودشين البني فدي برضو بتكمل ايه يعني بس مش عليك خالص يعني كل اللي عليك تعرفه بس ان لو فيه كونسيومر يعني لو فيه حاجة أكلت الديكمبوزر تبقى كونسيومر برضو ماشي انت بس اللي عليك تعرفه ان اول الفودشين فيه بروديوسر اخر الفودشين فيه برايمير كونسيومر هيربيفور تعرف المسميات دي ماشي تكون مزبطها تعرف الاروز دي معناها ايه معناها ايه معناها ايه معناها flow of energy from organism to another ماشي طيب احنا كده على فكرة وقفنا في ايه يعني احنا كده لحد دلوقتي مخلصين ايه مخلصين الفودشينز ما تكلمناش عن الوابز الوابز أوعدك تبقى مسلية وتفهى لو انت الكلام ده مسبته كويس بس ياريت نقفز على اللابتوب دلوقتي نخلص كده كم حاجة ونرسمهم قدامك وبعدين نشوف الوابز كده مش هتاخد معنا وقت يلا بينا بيقولك كده في السؤال tigers eat deer deer eat grass write this as a food chain هتعمل ايه هتعمل ايه تعالا معايا يلا نقوم امسح لكده الفودشيني الجميلة دي تعالا نرسمها احنا قالك tigers eat deers وdeers eat grass حاول كده دايما وانت بتكتب اي فود شين او فود ويب ما ينفعش تقوله tigers eat deers يبقى الانرجي راحة للتايجر فتكتب كده وبعدين deers eat grass ده كده اسمه هبل في الجبل يعني انت مكرر deer مرتين فطبعا اوعى تكرر اورجانيزم مرتين مبدئيا كده في اي فود شين او اي فود ويب فانت هتقوله مثلا grass مين اللي بيأكله ال deer ومين اللي بيأكل ال deer tigers طيب يلا تعالا كده نبص تاني tigers eat deer وdeer eat grass طيب write this as food shane تمام tigers also eat langer monkeys يلا نقوم نرسم tigers eat also langer monkeys يبقى في حاجة اسمها langer monkeys التايجر بيأكلها بيأكلها يعني اوعى تتلغبط في القروب اللي عليك يعني الارجانيزم اهو الانرجي اللي جواه رحت لده ماشي deer are also eaten by leopards اه اه deer are also eaten by leopards احنا اتفقنا مش هنكتب deer تاني خلاص ما هي مكتوبة مين اللي بيأكل ال deer يبقى فيه كائن كده اسمه leopard الفهد الصياد بيأكل ال deer يعني كده دي كده مش food chain بقى دي كده food web طالما مش سلسلة متواصلة واحدة يبقى كده food web طيب add those animals to your food chain to make a food web بس كده طيب تعال بقى نطبق عليها كده نسألك شوية اسئلة كده محرجة فين البروديوسر برافو عليك grass نعم على ليه دايرة خضرة عشان هو البروديوسر طيب ممكن تقول لي على primary consumer اهو طيب ممكن تقول لي على carnivore دا carnivore وده carnivore اللي اتنين اكلوا الدير طيب ممكن تقول لي على herbivore اهو برضو الدير ليه اكل الجراس herbivore طبعا المسميات دخلت في بعضيها عادي دا بيحصل في الاول ماشي بس طبعا مش هنقعد نعطل اكتر من كده انت بس محتاج تبص عليهم كتير طيب ممكن تقول لي على predator 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 تقول لي leopard صح تقول لي tiger صح انما هتقول لي deer هتتضرب ليه مفيش حاجة اسمها deer praise on grass لأ انما اقول لي prey prey اه طبعا دير دي prey ومين ولانجر منكيز هو كمان prey فريسة طيب لو انا بقى كده كتبت هنا مارينو مارينو بقى انا بحب التأباكة واباكل لنا tiger يعني يبقى هنا tiger predator صح اه predator ما هو بيأكل بس هو كمان رخر ايه prey طيب لو قلنا ده herbivore دول ايه carnivore مين ده بقى omnivore لان انا ممكن اكل grass وممكن اكل tiger ما فود وب بقى وصل اي اورجانزم بأي اورجانزم ماشي هبقى انا كده omnivore وممكن اقول علي كمان tertiary consumer انما لو جيت ترسم بقى كده ايه fungi او microorganism microorganism لازم بقى في الفود ويب تروح عامل ايه تروح مطلع سهم من كل اه مستر احنا ما عملناش كده في الفود شين اه ما عملناش كده في الفود شين عشان الفود شين سلسلة واحدة ومتواصلة حطناها في الاخر لو كدت فود شين كنت هطلع سهم واحد كده من اخر اورجانزم واكتب fungi او microorganism انما في الفود ويب هنوصلهم كلهم فهمت كده؟ طيب تعالا كده انا اشتبك في شوية حاجات تانية من اللابتوب بيقولك ايرون بيأكل الدجاجة بيأكل الدجاجة قوله كده الانرجي تحركت من فين لفين فانت هتقوله والله انرجي كان في الشمس راحت للنبات والنبات ده اكلته دجاجة فرح ارن اكل الدجاجة بس يعني هي حاجة سهلة يعني مش هنضيع فيها وقت دي كده فود شين انظر لها جيدا انظر لها جيدا جدا 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 عشان تجاوب على الاسئلة دي تعالا نشوف اول واحد write down two more food chains that you can find in the food web السؤال ده بيبعايزي السؤال سهلي يعني ما تتخضش two more food chains that you can find in this food web هتقوله حضرتك دي كده فود ويب انا عايز ارسم فود شين ممكن اقوله مثلا اكيشيا بيأكلها spring buck بيأكلها الهيينة وبعدين الليبرد بيأكل الهيينة ترسم الاربع دول بس عشان تعمل chain متواصلة مش كل ارجانزم يعني من الاخر الفود شين هي ارجانزم داخل فيه ساهم وطالع منه ساهمة بس مش العكعكة دي ماشي وممكن تقوله مثلا grass zebra cheetah ادي فود شين تانية في حاجات كتير يعني طيب write the names of the two producers in the food web ها مين البروديوسرز two producers مين هما مين هما bravo اكيشيا و جراس اللي هما الplants يعني اللي فيها كلورو بلاست اللي بتعرف تجيب الانرجي بتاعتها من السنة طيب how many consumers are there in the food web جميل مين consumer ادي واحد اتنين تلات اربعة خمس ستة سبعة كلهم يا جماعة consumers معادة البروديوسرز دو تم بحمد الله يا مستر لا يا مستر ايه يا مستر ايه ماشي انت عايز تقول ده primary consumer وده secondary consumer او tertiary consumer تمام يعني تمام بس كلهم consumer طب how many herbivores are there in the food web ارجع بقى تاني herbivore يعني بيأكلوا ايه البلانتس بس ادي واحد اتنين تلاتة بس هما دول herbivores وهما دول primary consumer تبريد the names of two carnivores from the food web سهلة اوي يعني carnivore اكيد حاجة من الاربع ده الاي اتنين بقى من الاربع ده الخلاص تبريد the names of two predators and their prey from the food web predators والله و Allah عايزة تقول اربوارك بياكل الترميت تمام عايزة تقول الشيطة بياكل اربوارك تمام عايزة تقول الشيطة بياكل زيبرة تمام لابرد بياكل سبرينج بر بوك تمام ه بريدتر بيأكل البري بتاعته أظن أنت فاهم بقى خلاص ماشي طبعا ده الفيديو بس كوبي رايتز طيب أتمنى كده أن نكون وضحنا فكرة الفود شينز اند ويبز إحنا بقى الليسنز اللي جاية هنعمل إيه الليسنز اللي جاية من الآخر المعلومات اللي في أول لسن البيولوجي هنعمل لها كومبينيشن كده مع المعلومات اللي في تاني اللي هي إيه إيكولوجي تمام المعلومات دي بقى هنركز بقى أكتر على المايكرو أرجانيزم دورها إيه إيه لازمتها ماشي خلي بالك مفيش إيكو سيستم مفيش مايكرو أرجانيزم ليه طيب ليه هنتكلم عن الديكاي والديكمبوزيشن وهنتكلم عن المايكرو أرجانيزم في الفود ويب بدون ذكر البراؤن فود شين لأنها فعلا مش عليك يعني خالص حاجة خفية ماشي إنما ممكن بس أزود لك حتة ممكن تلاقيها في الأسئلة لو أنت من الولاد اللي بتحب تحل كتير هقولك حتة هتنفعك قوي درس الفود شين فيه تفاصيل أكتر من كده بكتير مش هشرح بس هقولك الأسئلة بتفكر فيها إزاي عشان لو صدفتك ساعات يجي يجيب لك فود ويب زي كده ويقولك إيه اللي هيحصل لو عدد الطايجرز قل لو الطايجرز جالهم مرض موتهم هتقوله كده ده معناه إن ما فيش بريدتر يأكل الديرز واللانجر منكيز فعدد الديرز واللانجر منكيز هيزيد فاهم ما شرحناهاش لأنها ما تخصناش يعني في درس المايكروورجانز بس أنا ما أقدرش يعني أفوت معلومات شبه كده ماشي؟ طيب يجي يسألك سؤال بالعكس إيه اللي هيحصل لو الليبردز زادوا؟ لا لو الليبردز زادوا الديرز هيقلوا ساعات يقولك ليه بنشوف لبيردز وطايجرز بيتعاركوا قل له حبيبي ده ما بينهم كومبتشن فور فود طيب ساعات يقولك بقى الجراس لو اختفى وهي ده بقى بتبين أهمية البروديوسر لو الجراس اختفى كل ده هيختفى معلم خلاص تمام؟ فهمت؟ فدي برضو أسئلة من الحاجات اللي هتلاقيها يعني في الفودشينزان ويبز لو أنت بتحل كتير هتلاقي برضو أفكار أنا برضو ما قلتهاش يعني مش عايز إحنا ده بالنسبة لنا لسن مش يونت فعشان كده أنا حاولت أقولك أكبر كما ممكن وأركز برضو أكتر على المايكروورجانزم وحطة أوتوتروفس وهتروتروفس وحطة الديكمبوزر ده هو اللي بيتف الانزايمز بتاعته وقدام مرة الجاية برضو كمان يعني مش هنقولها لك النهاردة كفاية عليكم كده النهاردة بس ديكمبوزرز مش بس مايكروورجانزم يعني خليني أشوأك ولا دوأك فقر تشوأ ولا تدوأ ديكمبوزر ده ممكن يبقى مايكروورجانزم وممكن لا طيب انت بقى عارف العكس ان المايكروورجانزم مش شرط كمان يبقى ديكمبوزر يبقى هل الديكمبوزر هل الديكمبوزر ديكمبوزرز ار مايكروورجانزم غلط طيب مايكروورجانزم ار ديكمبوزرز غلط برضا لأنها تعرف المرة الجاية إن في دي كومبوزر شبه الدبانة الدبانة دي دي كومبوزر هل دي مايكرو أورجانزم؟ لا دي أنا بشوفها بعيني طب المايكرو أورجانزم أر دي كومبوزر طب والبروتوزوبة بقى تعيط لا طبعا ما هو البروتوزوبة مايكرو أورجانزم ومش دي كومبوزر فلسه لسه فيه تفاصيل بس دي هنخليها إن شاء الله للليسنز اللي جاية وزي ما قلت لك يعني اليونت ده تقيل معلش لازم تستحمل كده وتسترجل وإنت لو بنت أنت كمان استرجلي لأن بيينج أمان وإن أنت تسترجلي ملهاش دعوة ببيينج أميل ذكر فكلنا محتاجين هذه الرجولة ونشد حلنا وندوس وند جامد علشان نتصدى لهذه اليونت الثقيلة وسلام